موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اسلام همام الانهاردة مقدمة كورس جديد من كورسات بناء التطبيقات او كورسات برمجة التطبيقات او تطوير بقى التطبيقات زي ما انت حاول قول الكورس بتاع النهاردة وهو كورس متقدم شوية عن الكورسين اللي فاتوا وعن الكورسين اللي قبلهم بتوع اسيات البرمجة التطبيق اللي احنا هنبنيه في الدورة دي هو تطبيق مبني على او حلية موجودة هتبقى موجودة جوه الموبايل اللي هم ستبقى التطبيق عنده والاستخدمها في تخزين قاعدة البيانات هي التطبيق بتاع النهاردة هيبقى عن تطبيق يعني انت لو عاوز تكتب الجولز اليومية بتاعتك او هدافك اليومية حيث ان انت تشوفها كل يوم وممكن تضيف عليه اضافة انك لما تحقق هدف منهم او تخلصوا تتكى كده على يعني نوع يعني تتكى ان هو فاول ما تتكى بيتحول على او صفحة الارشيف عندك ويتفضل عندك في الصفحة الرئيسية فقط الاهداف اللي لسه ما تحققتش وانت ممكن تضيف هدف جديد او تمسح هدف او تعدل عليه وكل ما بتضيف هدف او بتمسحه او بتعدل عليه بيعيد تخزين نفسه على الاتابيز بيفتح الفايل بتاع الاتابيز اللي انت ايا كان اسمه ايه انت بسميه وانت اللي عامله وابعدكده بيخزين عليه الاتابيز بيخزن عليه ولو انت مسحت به مسحت عليه والجولز اللي بتزير قدامك هي كده كده معمول لها جيت من الاتابيز يعني معمول لها جيت من على الفايل بتاع الاتابيز ده كله احنا نتعلمه في التطبيق المراتي التطبيق المراتي مي برجحش ان انت تسمعه اول تطبيق يكون انت بتتعلم وهو ده لا يعني مثلا انت تعلم تأسيات البرمجة في الدورتين درط 101 ، درط 102 انت نسمي لك في خلاص خيديا ت conseguenza تعمل تطبيعات موباين تخش على التطبيق ده بتاع فلاتر مية وتلاتك لا وما لتخش عليه تخش على راتر مية واحد الاول بعد كده فلاتر مية واثنين اعتgangي ارتبهم ااصل تركبهم يعني انا مرتبهم بناء على صعوبة يعني اول واحد اسهل بعد كده اصعب شوية بعد كده فلاتر مية وتلاتة اصعب شوية وفي فلاتر مية واربعة وخمسة وستة هيبوا اصعب واصعب ولو في حاجة فيهم اسهل او تتكلم عن حاجة سهلة ممكن اقول لكم ان هو سهل. اه طب لو انت مصر ان انت تخش تسمع ده اول تطبيق ليك ما فيش مشكلة اسمعه. بس لو لقيت في مشكلة او انت مش فاهم حاجة او لقيت الدنيا صعبة عليك ارجع اسمع الاولاني او اسمع الفلاتر مية واحدة. لو لقيت الدنيا ماشي معك رمز كامل. وبنوه تاني كده كده كل كرصات الفلاتر او الفلاتر مية واحد فلاتر مية واثنين فلاتر مية واحد واسيات البرمجة اتنين اللي انا اعملهم وهتلاقيهم تحت الواجنية اسيات البرمجة والتانية البرمجة الشيئية او الهيكلة. لازم تسمعهم الاتنين ده. بلغة الدارت وبعد كده تخش على لط. هسيب ديكو هنا صور من التطبيق واللينك بتاع الجيت هاب بتاع التطبيق بتاع الكود. عشان لو انتم في اي حاجة في اي مشكلة عاوزين تخشوا تشوف الكود اللي انا كتبته بالفعل ده ده الكود اللي كتبته في الكورس هتخشوا على اللينك ده وهتشوفوا الكود بتاعكو ممكن تعملونه كلون تاخدوه عندكو وتشغلوه كمان مش مشكلة خالص. وهتلاقوا من التطبيق موجودة في نفس الجيت هاب لينك او جيت هاب ريبوزيتور فهتخش بس على اللينك بتاع الجيت هاب موجود في الديسكريبشن وهتشوف كل حاجة. استنيكوا في اول محاضرة يلا نروح مع بعض. مع السلام.